الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته الطيبين الطاشرين وبعد فهذا الشهر شهر رمضان المبارك هو شهر الأمل شهر الرحمة شهر المرشاة شهر الرجاء من أدى فيه نافلة كانك من أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كانك من أدى سبعين فريضة فيما سواه فهو شهر الصيام والصيام يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة وهو شهر القرآن والقرآن يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة وهو شهر السجود وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو شخل قيام الليل شخل القبول تتجافى جنوبهم عن المراجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما زقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وعن سيدنا عمر بن خطاب رضي الله عبد قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب فإذا امرأة في السم تسعى لأنها كانت قد فقدت طفلا قاضيعا صبيا صغيرا لها فكانت تسعى تنظر في الناس تبحث عن طفلها فإذا وجدت صبيا في السم أخذته فألزقته بمطنها فأضعت لقيت ولدها بعد بعد أخذته ألزقته بمطنها وأخذت توضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعون هذه المرأة طارحة ولدها في نار أي بعد أن لقيته بعد يأس وبعد طول بحث وبعد غياب وفرقة بينها وبينها قالوا لا والله فقال صلى الله عليه وسلم الله أحم بعباده الله أحم بعباده من هذه بولدها ويقول صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العاش إن رحمته وسعت غضبه ويقول صلى الله عليه وسلم دعا لله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حاشاها عن ولدها خشيتا أن تصيبه ويقول صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى مئة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بما بينهم وتسع وتسعون اليوم القيامة وفي رواية إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض فجعل منها في الأرض رحمة واحدة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها أكملها رب العزة عز وجل بهذه الرحمة باب الرحمة باب واسع باب عظيم فعن أبي هراءة رضي الله عنه قال كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أزهرنا فأبطأ عنا تأخر علينا وخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخاركت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب اذهب فمن لقي طواء هذا يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة وسأله الصحابي القليل أبو زرد رضي الله عنه وإن زنى يا رسول الله أي وإن أخطأ فتاب قال وإن زنى يا أبا زرد قال وإن ضائق يا رسول الله أي وإن أخطأ فوقع في السرقة ثم تاب قال وإن صارق قال وإن زنى وإن صارق يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَعِقَا أَغْمَأً فَأَبِيْ زَرْبُ باب الرحمة باب مفتوح إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فعفع يديه للسماء وقال اللهم أمتي 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 وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعبك أعلم فسله ما يبكيك فأته جبريل فأخباه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إِنَّا سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ يبكي النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة يقول ربي أمتي 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 واشفع تشفع أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي ولسوف يعطيك ربك فطرد وعن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسأل الصلوات الخمس كمسأل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات في رواية رأيتم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات في كل يوم وليلة أيبقى من ضاني شيء قلنا لا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فذلك نسأل الصلوات الخمس ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربع عجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه يوم القيامة وعن ابن عمر عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب قضي الله عنهما قال سمعت أصول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدني الله عز وجل عبده المؤمنة يوم القيامة فيضع عليه كنفه وسطره فيقضره بذنوبه فيقول أتعرف زنب كذا أتعرف زنب كذا فيقول رب أعرف فيقول رب العزة عز وجل فإني قد سطرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجل أصاب زنبا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزر الله تعالى أقم الصلاة طرفين نهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يزهبنا السيئات فقال الرجل أهذا لي رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمته ما أعظم أبواب الرجاء ما أعظم أبواب القبول هذا شهر الرجاء هذا شهر القبول هذا شهر الرحمة هذا شهر المغفى ومن هنا ما من يوم إلا وينادي منادم فيه يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته